نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين المقيمين وغير المقيمين بسفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى سلطنة عمان إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تضمن برنامج الزيارة تقديم عدد من العروض المرئية التي تم استعراض إمكانيات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى المرافق الأساسية التي تتميز بها المنطقة وبوقعها والمشاريع الاستراتيجية التي تم تنفيذها والمشاريع قيد الإنشاء كما زار الوفد عددا من المشاريع منها شركة عمان للحوض الجاف وميناء الدقم وشركة إمداد اللوجستية ومشروع مصفات الدقم